اشتركوا في القناة في علاقة انا حاس انها مؤزية او علاقة غير صحية بالنسبة لي بحبه انت كام ست ردت عليك تدفع قد ايه عشان تحبي وتتحبي تدفع قد ايه اه ادفع قد ايه ده سؤال صعب يعني يعني ايه يعني الحب الحاجة للحب دي حاجة اساسية او حاجة بيسموها البيزي كنيت هي موجودة اصلا درجة عند كل انسان كل انسان بيبحث عن الحب الحاجة للحب ان هو يحب ويتحب فده يدفع المحرك عند تجاه او سلوك اي انسان بيخليها استمر في علاقة هو شايف ان هي حتى احيانا تكون علاقة غير صحية لان هي بتلبي له احتياج موجود عنده وده اللي بيدفع الناس كتير ان هي بالعقل عارف ان العلاقة ما تنفعش لكن هو مكمل فيها علشان لحظة المشاعر اللي بياخدها فبيكمل في العلاقة رغم ان هو شايف مساوئها او عيوبها اكتر بكتير اعرف ازاي ان انا في علاقة سامة الهدف من العلاقات كله الراحة يعني اي علاقة انا مش مرتاح فيها او مش حاسس فيها بالامان العلاقة دي اعتبرها علاقة غير صحية وتسمى العلاقة السامة فلازم يبحث وانا في العلاقة دي انا مع الشخص ده حاسس بالراحة حاسس ان انا بطبيعتي ولا حاسس ان انا مقيد حاسس ان انا مكتف ولا حاسس ان انا طول الوقت تحت النقد وتحت التقليل مني وان الشخص ده مش شايفني وطل الوقت بيستعملني عشان يحقق رغباته واحتياجاته أصل مثلاً ساعات الستات بنتحك على نفسنا تقول لك إيه؟ أصل هو مالوش في الكلام الحلو للحاجات دي هي طبعاً هو كان الأول بيقول كلام حلو بس هو بيكنحها اللي هو أنا ما ليش في الكلام ده أنا ليه بالفعل يعني أنا الفعل عندي هو اللي بيتكلم فتفضل يعيني هي تموت تبلع الكلام ده تبلع الكلام ده تبلع الكلام ده وتحاول تصدق لأنه هو ماشي مع اللي هي عايزه يعني هي ماشي مع رغبتها إنها تحس إنها بتحب وبتتحب إنها ماشية في علاقة فهو بيكمل لها جزء حتى لو في خيالها ملوش علاقة بالواقع وأغلبهم جايين بيتكلموا عن كده يعني إحنا لما بنسأل إيه اللي العلاقة دي بتدهولك أنت مستمرة في العلاقة ليه هو في الغالب جاي علشان يتكلم عن مشاعره بتاعة الإحباط لكن على أرض الواقع بتلاقي الناس درهم إنها بتشتكل لأنها مستمرة ومكملة في العلاقة لأنها بتحقق له احتياج اللي إحنا تكلمنا عليه اللي هو الحاجة للحب أنا كمان في يعني أنا هقولك كده علامات يعني من مشاكل مختلفة يعني مثلا في ست مرة بعتتلي قالتلي إيه أنا أنا في علاقة أرهاقتني يعني بس حتى أنا أول ما فتكرت مشكلتها خدت نفس عميق قالتلي أنا في علاقة يا إيمان أرهاقتني ليه قالتلي أنا مطالبة طول الوقت إن أنا أبقى حلوة الصبح الدهر بالليل لازم يقوم بالي من نفسي لو أنا نص نص كده لقيه بيقول لي كلمة سخيفة أنت مالك تخنتي كده ليه أنت مالك ما عملتش شعرك النهار ده ليه فبتقول لي بقيت طول الوقت بجري بروح أصرف هنا فلوس كتير قوي على اللون الشعر وعلى جسمي وروح الجم وأنا يا إيمان مش حابة أعمل كل ده أنا حابة بقى بطبيعتي بس أنا طول الوقت حاسة أن أنا محطوطة على السخان له أنا طول الوقت بجري عشان أعجبه فهل دي علامة من علامات بردونا؟ بالضبط هي دي علاقة علاقة فيه إيه إن الحب طبعا مبنى على إنه نقبل الشريك ده في كل حالاته هي هنا حاسة بالانتغاط حاسة طول الوقت أنه لازم يكون في حاجة بتعملها علشان تنول منه الإعجاب أو الرضا اللي هو في الغالب هيبقى يكون مش موجود وتفضل طول الوقت تدور على إنه هي إزاي ترضي لكن هو ما بيفكرش إزاي يرضيها فالعلاقة اللي مبنية على طرف واحد اللي هو ياخد ياخد وما يديش ده في الغالب بتكون علاقة سامة ولازم تقفى أن العلاقة هتستمر على كده وهتكمل على كده حاسة أنها مضغوطة مش حاسة أنها مرتاح يعني مش حاسة أنه قدام الشخص ده أقدر أكون بطبيعتي وعلى راحتي وده نوع من أنواع الضغط فالعلاقة برضو ما فيش فيها راحة ولازم إن الإنسان في أي علاقة يكون حاسة أنه هو قدر مرتاح يكون مرتاح يعبر على الجواي هيا الديني النماذج هتديجي أمثلة لأن عنا بقولها أنت مش مرتاحة دي تحتها بيكتب حاجات كتير قوة دكتور آم هي مش مرتاحة دي ممكن يبقى هو مستمح لها أنها تحبر عن مشاعرها مش مستمح لها أنها تقبل صحابها مش مستمح لها أنها تختار اللي هي عايزها مش مستمح لها أنها تتواصل اجتماعيا مع الناس إنها تشتغل إنها يكون عندها الزمة المالية بتاعتها يعني طول الوقت يعني فيه رجالة غير دلوقتي بيلبس مراته اللي هو عايزه آه بالضبط كده اللي هو شايفه حلو من وجهة نظره هو لكن هو ما يعجبهاش اللبس ده أو طريقة اللبس ده لكن اللي يقولك لأ ده زوقه طيب وانا سكت ليه وتفضل كتمة في نفسها برضو فدي برضو علامة بتبن من الخطوبة بالضبط يعني هو فرد السيطرة وطول الوقت في العلاقة بيحاول يفرض سيطرته عليها في كل حاجة في اختياراتها في كل حاجة لكن هو بيختار ستايل اللبس أو بيختار حاجة أما الاتنين مبسوطين بيها ده ما فيش مشكلة لكن طول الوقت يقول لما تعمل حاجة هي شايفها ترفض صحة ولا غلط فطول الوقت وحدتها في حيرة ومخليها مش عارفة تكون سعيدة أو مبسوطة بأي حاجة بتاعنا طول الوقت هي بتفكر ازاي ترضي مش بتفكر ازاي تكون هي مبسوطة أو ترضى عن نفسها ايه مش بنشوف ستة تبقاعدة جنب خطبها حتى مش شرط جوزة لأيه وهي بتتكلم دوقتي انا بتتكلم معاك وتلأيه بص بصاله بعد انت رويشها معاك بصاله فاللي هو ايه يعني اللي هو يعني هي مش عارفة اللي بتقوله ده صح بتقوله ده غلط انا بتحك ولما بتحك اللي هو انا بتحكت قوي ولا نص نص ايه ايه الحيرة واللفة اللي يعني بتبقى أحدى منهارة من جواه بيكون الشخص ده عامده صعوبة في التعبير عن ذاته أو عن مشاعره مش عارفة تقرأه يعني مش عارفة تفهمله حاجة اللي بيعجبك النهاردة مش عارفة بك بكرة ومشاعرك مش واضحة ومش عارفة تعبر عن نفسك زي ما بيقولوها كده مش عارفة يديني سكة ان انا وصلك يعني دايما في العلاقات الانسان بتسهل على بعض انا بقولك ايه اللي انا بحبه و ايه اللي انا بكرهه و ايه هي بتقوله و ايه اللي هي بتحبه و ايه اللي هي بتكرهه فيقوم احنا الاتنين نعرف نوصل لبعض بشكل قريب و يكون سهل لكن هو عادة الشخص السام هو دايما بيبقى حواليه غموض يعني مثلا فيه ناس تجي تقولك ده هو حتى عامل لحظر على السوشيال ميدي قافل علي قارين عليه ما يتصلش يغيب و يختفي بالفترات و لما اسأله كنت فين يطلع لبقى ايه مبرر و لو عتبته ازعل من اهو ده علامة كبيرة كنا مفهودة عايزين نتكلم فيها اللي هي حيطة السوشيال ميديا دي اللي دايما الراجل يقولها ايه التفاهة دي انتي بتركز في حاجات تفاهة قوي هي ما بتبقاش تفاهة هو بيتفه هالك يعني هو اللي بيديها صبغة التفاهة عشان انتي متفضليش مسكة فيها يعني يا بقى انا مرتبطة بشخص و عامل لي اخفاء من على السوشيال ميديا هو ده المهم ان هو بي طول الوقت بيتفه منها او بيقلل منها بيقلل من اختياراتها من الحاجات اللي هي من قراءها من ادائها من شكلها من جسمها زي ما حضرتك قلت من شوية فطول الوقت هو مجغول بقصة ان هو ايه يعطيها تحت سترس اه ده طبعا بيخلي العلاقة ما فيش فيها اي نوع من المشاعر الايجابية بعد شوية بقى بتبتدي تظهر لنا مشاكل نفسية كتير نتيجة العلاقة دي لكن هل الشخص ده بينجح ان هو في الاخر انه ياخد قرار ويوصل بقى انه يتحرر من المشاعر دي او يتحرر من العلاقة دي ولا بيكمل فيها لأ ورغم ان فيها العلاقة فيها العلم الى ان بتلاقي الشخص ده احياني بقى مكمل فيها سواء كان راجل او كان ست طب نفسيا بقى بما انا حضاك دكتور نفسي يعني انا نفسيا ده اسمه ايه ان انا بقعد مع نفسي شوية خدت قرار خدت قهو قرار ان انا هبعد عن الشخص ده انا هطلب الطلاق وانفصل خلاص انا بش قادر عيش الحياة دي تاني وبعد شوية خلاص ايوا طب الاول حال اخدت القرار واتطلقت بالفعل بعد شوية بعد الطلاق بحسنا ندمانة لا سبيك قبل الطلاق بقى لان احنا بنفضل قبل الطلاق او الطلاق تدي ده اكشن او بالزبط كده احنا بنفضل في مرحلة ايه انا عارفة ان العلاقة بالنسبة لمش مرضية او العلاقة سلبية او العلاقة توكسك او العلاقة مفيش فيها اي مميز خلاص انا مش ادرة كم بس انا مش ادرة كم ليه باخد القرار وارجع فيه مش ادرة كم اللي ببعا هي بتقولها لي امتى او هو بيقولها لي امتى بيقولها لي هو بعيد لكن اول ما بتعرض للشخص التاني بتلاقي المشاعر بتاعته بتشتغل وبيرجع تاني صح يعني احنا ده سيبنا بعض دلوقتي مؤقتا بعيد عن بعض انا بروح لحد اقولك خلاص دكتور انا هسيبه خلاص انا خدت القرار ان انا هسيبه واقعد اتكلم بقى عنه ده عمل فيه وكذا وكذا وقال منه عادي اتكلم عنه عن الشخص عن الشخص التاني طب انت هتتكلم عن نفسك امتى هتعمل ايه في العلاقة تلاقي الشخص ما زال في مرحلة ان مشاعره مسيطرة عليه طول الوقت عامل انكار لدوره في العلاقة طول الوقت هو مش شايف نفسه وشايف طول الوقت ان هو مفعول بيه او ضحايا اللي قدامي بتحكم بيه هياخد القرار امتى اما يبتدي يتحرر من مشاعر اللي موجودة عنده يعني فكرة ان انا هبتدي الاول افاهم ايه مميزات وعيوب العلاقة دي يعني ما ميجي حد يتكلم في حاجة زي كده انا بسأله سؤال اكيد انت مستفيد من العلاقة مش مستفيد منها بحاجة اول رب اكيد هتسمعه خالص الله يا دكتور انا انا عملاله كل حاجة ايه مكملة فيها ليه مكملة في العلاقة ليه اللي مخليك مستمرة فيها لحد الفترة دي دوري على حاجة هتلاقي اكيد بتستنفيد من العلاقة دي ايه الرد تاب الرزود اللي بتلاقيها ولا اي حاجة مفيش اي حاجة ده انا عملت كل حاجة ده انا قدت على امل ان هو يتصلح على امل اللي احنا نتغير اصلا انا كان في نفسي اوى اطلع من حتة ان انا مارتبطش اصلا انا كان نفسي اوى حافظ على البيت اللي انا بنيته اصلا انا كنت بقول في وقت ملأ وقت كذا ففي الغالب بيلاقي الخطة اللي ماشية جوه دماغها او جوه دماغه هي مبنية على احتياجات عنده ليس لها علاقة بالواقع يعني لسه بنوتا جاي بتقولي انا مش عارفها اعرف ازاي الشخص اللي قدامي ده جد ولا بيهزف ولا بيهزر في ايه قايت له انه يرتبط بيا ولا هو زميل شغلي بس قلت له تب ايه اللي خلاكي فكرتي انه هو انه هو في ارتباط اصلا فهم ازاي قايت له اصلا هو بيتصل ويسأل علي بيقول لي اعمل لي خدمة كده وبعدين كل شوه يتصل يقول لي ايه الاخبار الدنيا ماشية كويس طب ده معناه ان هو هيتقدملك او ترتبط به قايت له انا حاسة كده فعارفة فكرة انا الحب من طرف واحد هذا الشخص مخليني الحب مخليني معمي مش شايف اللي قدامي مش شايف عيوبه ومش شايف مميزاته ومش شايف اثر العلاقة غيرت فيها ازاي ايوة انا بشوف بنات بتجيبلي جلطة قتقول لي ايه ده بقاله اسبوع ما اتصلش بي اسبوع ما اتصلش بيك طب ما هو خلاص انت مش في دماغه تقول لي لا 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 اصل هو ليه طريقة كده يعني لما كنا عامل حاجة مش عاجبه ولا حاجة لا ايه بيختفي كده بس هو بيتابعني بيتابع كل السوشيال ميديا عندي بيتابعك ايه يا ماما قاله اسبوع ما اكلمكيش ولا وحشتي ولا حاب تطمن عليكي انا عندي بنسبالي الراجل ده اللي بيحب لازم يعرف هي راحت فين ولبست ايه وكلت ايه وقعدت مع مين الراجل يعني غيره يعني الاهتمام اللي موجود في العلاقة ما بين الاتنين يكون موجود باستمرار ومستمر وممكن يكون بيتأزايد يعني افضل ان هم الاتنين اول ما بيحسوا ان في خلل حصل في العلاقة بيبتيد الطرفين ازاي يكسروا الفطور او الخلل اللي موجود لكن في العلاقات اللي زي كده هو بتلاقيه مستمتع بتلاقي الطرف السم مستمتع باللي بيحصل مستمتع ان هي قاعدة هتموت انه يتصل انه متحكم في العلاقة وتبعت فرسانه وانت فينه مختفي فين فهو هو مبسوط اوي كده ومتأكد ان هو ماشي صح على حسب الخطة اللي عنده الاجندة اللي عنده اللي وحطتها لنفسه ايوة حلوة اوي دكتور هل الشخصية السمة المؤزية سواء ست او راجل ليها اجندة الشخصية التاكسيك دي ليها كده كتالوج اجندة كده خاصة هم ماشيين عليها لان معظم تصرفاتهم بتبقى شبه بعض فاحنا هنعرف اسرار مفاتيح اجندة الشخصية التاكسيك بعد الفاصل هي بتتوقف على نوع الشخص اللي بيصدر منه لعلاقة المؤزية دي وبعدين احنا هنبقى بصدر اتخيارين احنا ممكن نتعامل اما ان انت تقبل الشخص ده بعيبه تتعامل معاه او اما ان انت تقطع العلاقة معاه نهيين لو حسنت فيها استغلال او كده لا بوقف الموضوع ده خالص لاني صعب ان انت تستمر في علاقة وفعلا هتبقى مؤزية في حياتك ليه اكمل طيب كان ممكن الواحد يعيش في علاقة مؤزية وما يكونش يعني في دماغه انه هي دي بتحطم فيه ايه او بتأذيه باي صورة يعني العلاقات المؤزية بتأثر بالسلبة على المجتمع وعلى التأثير النفسي والمجتمع بشكل عام يعني سواء كبير او صغير وكل الاعمار وكل المستويات مفيش حد بيحب ان هو يستمر في الغلط او مفيش حد بيستمر اصلا يحب يستمر ان هو يكون مأزي طول الوقت لان الازى ازة اصعب بيبقى ازة نفسية ومفيش حد بتأذي غير الشخص نفسه جميع العلاقات المؤزية دائما بتنقطع بالتدريجيا مش نقول من اول مرة ولكن من ممكن من التالت مرة من رابع مرة ان انت بتتقي من ازة من الشخص ما في حاجة معينة بتبتدي عدم التعامل معنا هائيا مفيش حد بيرغى بان هو يستمر في علاقة زي كده بس العلاقة دي بطبيعة الحال موجودة دي سنة الحياة مفيش حد في الدنيا بتعامل مع حد الا ووجد بالفعل ان فيه علاقة مؤزية موجودة بالفعل ولو الواحدة هيئة علاقته بكل المؤزين يبقى هيئة علاقته بالناس كتير اولي العلاقات المؤزية بتخصي منك كتير يعني بتدعبك نفسيا بتأثر على كل حياتك بتدعبك خالص فضروري جدا انك تتخلص من العلاقات المؤزية كبير ادم بتأثر عليه سلبيا في السحة النفسية وجسدية حتى لان هي لما انت لما بتكوني تعبالي نفسيا ما بتدريش اصلا بتواجه مع العالم الخارجة اصلا تصرف تصرف غير لائق مثلا مع زوجة مع بيء مع اخت معها مع الكلام ده ده طبعا ممنوع ده خط احمر انتعلق انما في حاجات تانية هتعملها مجرد هتعمل ايه في الشغل معك بابا ناس كتير جدا مش هتقطع الناس اللي معاك في الشغل كله مع علاقاته مدناء بس هتبقى حريصة في التعامل معها انا باخد قراري ان ما استمرش في العلاقة زي على اساس ان هي بتبقى كلها استغلال في اي علاقة وفيها استغلال او مبنية على مصلحة زي ما بتبقاش مستمرة ومش هتستمرة عمتا خليك رحيم زي ما انت بتحاول تخلي الناس تبقى كويسة معاك حس بالناس ما تبقاش مؤزية يعني ما تبقاش مؤزي ليهم انت تبقى مؤزي هتلاقي اللي بيأزيك للأسف يعني حاليا الناس لو بتتعامل بالاخلاق وبالاصول وبالوفاء وبالمبادئ بتاع الزمان عمرا ما فيه حد هيعمل اصلا علاقة او هيئزي فهو بيتمدى فانا خلاص كل شخصي فينا عم بتتقى فأكيد مش هستحمل بس اكتب من مرة في ساعتها اكرر ان انا اكتب معاك لما ربنا بكرمك كده وبرزقك برزق فبال رؤية الشخص اللي قدامك ليكي سواء في حسده ليكي او سواء في ان هو يبارك لك او او فباباين عليه قوي قوي الطبيعة بتاعته اذا كان انسان مؤزي او اذا كان انسان بيحبلك الخير بعد ما تتشفها وتزعر بانه اسهرة بيجت يعني تنعكز عليك وبتحاول انك تتخلص من العلاقة المؤزية دي طوال ماستمرش في العلاقة المؤزية الا لو الشخص قرر الازى بالنسبالي اكتر من مرة فأكيد طبعا هتبقى مؤزية لي وحتى العلاقة مش هتبقى نكهة ورجعنا لكم تاني مشاهدينا ولسا معاكم مع الشخصية التاكسك الشخصية المؤزية الشخصية اللي ممكن يدمر حياتي سنين عمري تروحه شبابي وكل حاجة وفي الآخر وكان حد قالك بتعملي كده قصة انت بصراحة حبيتي زيادة لا لا انت اللي واخدتي عليك لا انت السبب انت السبب في كل المشاكل بتحصلك دي عشان انت اللي كنت بتدي طول الوقت ومش مستنيه منه اي حاجة انت اللي دلعتي حبيتين زيادة انت انت السبب انت السبب انت اللي بقفتي جنبه وديتي له فلوس انت اللي عملتي له المشروع انت اللي خلتيه ينزل ويهتم بجسمه وشكله ويروح الجم فطبعا هلوه عليكي أنت السبب اللي خلتيه وصق في نفسه زيادة تحس الست بتتعاقب عشان حبت بجد من قلبها أنت السبب أنت السبب قبل ما نروح ليه أنا ببقى السبب مفاتيح الشخصية التوكسك خلي بالكم معاملين زي مصصين الدماغ عارفين الأفلام الأجنبية كلهم ليوم طريقة يعني يدخل الأول شيء للدماغ وهي يشيل الدراع فهما ليوم كده والله خطوات كده سبتة يعتبر نقدر نفهم أن ده شخصية توكسك ليه لأنه عادة وأنا برتبط بشخص لازم أبتدي قبل ما أكرر أنه ده يكون شريك حياتي لازم أفهم أنا ليه خطرته لكن عادة إحنا في العلاقات بالله اللي بيحصل حبيته ليه خطرته ده أنا حبيته على طول ده بنتي بتتدب على طول ده حبيته ما عرفش ليه بس حبيته هو حبك على إيه ما عرفش طب أنتو خطرته بعض ليه قررت ليه ده يبقى شريك حياتك لما بنسألهم لأ أصلا يعني لقيته كده فيه شبه من حده كنت عارفه أصله بصلي بصة أصله عارف يدخل إزاي أصله عارف يتعامل معايا لو تكة كده معينة يعني ابن لازينة بيعرف يجبني منها على طول فتلقون بيتكلموا حاجات تحس أن هي متعلقة بالخالي العلي آه بإشارات عندهم أو فيها حاجة محتاجة للدنيا الشخص شوية يبقى يحتاج يكون مركز لأن ده قرار هيتبين عليه مصير حياتك كلها وبعد شوية هيتلام هيتقال له أنت وانت 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 وساعتها بيكون محبط أكتر وده بيخليه عرض للإصابة بالإكتئاب والمضطربات النفسية أكتر أيوة هو أنت عشرة أنت السبب في الآخر حتى ما عندهش القدرة أن يفرق عن مشاعر أو يتكلم عن احتياجه عشان كده أفضل طريقة لما بنيجي نتعامل معهم لازم أفهم الأول هو جاي لليه يعني أنت جاي عشان تنفس تطلع شوية المشاعر والإحباط اللي عندك وبعد كام كامل في العلاقة ولا أنت جاي فعلا عشان قررت أنك هتغير فعايزنا ساعدك في التغيير ولا أنت جاي علشان عندك مشاكل مع الناس اللي حولك في حياتك فأنت جاي بس أن ناخد من الصبور اللي أنا عايزه معظم البنات بيجوا ليه؟ يعني بيجوا يروحوا يتعالجوا نفسيا أو عايزين ياخدوا قرار لأن هي بتبقى تهانت معظم البنات والستات اللي بتروح تاخد قرار إن أنا لازم أخرج من العلاقة دي هي ما بتاخدوش في بداية العلاقة أو في بداية الأذى إحنا بناخد القرار ده غير بعد ما تداس على وشنا بعد ما بتبقى تهانت وتكسرت بدل المرة ألف وكتر منهم وكل الناس بتفرج عليها وبتحس إن هي ضحية في عيون الناس إنت زي بتعملي في نفسك كده فبتبقى بتاخد القرار بصعوبة خالباك يا دكتور مش بمزاجه لا هو القرار من السهل وساعات كتير بنشوف إن هما واخدين القرار علشان يعني تبروز أو تصور المعاناة بتاعتها تخرجها لبرة ممكن يكون هو اللي سامع فأحيانا هو يعني تقول لك إي أنا حتى جيت علشان يعرف قد إيه أنا اتضررت من العلاقة وبقيت بروح لدكتور نفسي أو بروح لمعالج نفسي برضه عشان تطلع ضحية علشان يوصل للآخر إنه هو ممكن يغير من موقفها أو يرأيه برضه ضحية عشان تسعب عليه بالضبط فاحتياجها وإصرارها على إن العلاقة تنجح لأنها بزلت مجهود كبير جدا في إنها تنجح العلاقة أو هو ممكن يكون بسر وفي الآخر فشل ليه؟ لأن في الأول والآخر إحنا ماشيين وراء مشاعر هو أسوأ ما في العلاقات دي إنها بتكون مبنية على مشاعر وعلى احتياجات مش مبنية على العقل أو الواقع مش مرتبطة مش ما فيش مقاييس معينة باختار بها الشريك أو الشخص اللي أنا هرتبط معاه علما بين الحياة بتمر بمشاكل أو بتحديات كتير جدا بتبقى محتاجة للناس تشغل عقلها وأن نتأكد إن في حب وفي علاقة قوية جدا تسمح إن إحنا نعدي بالأزمات اللي بمر بها في حياتنا طيب خلينا نقول كده نقط أعرف إزاي بها الشخصية اللي أنا بتعامل بها أو الشخصية اللي أنا بحبها أو الرجل أنا بحبه ده شخص مؤذي وما بيحبنيش بالعكس ده بيستغليني رقم واحد طول الوقت يستنزفني ضغطني ضغطني بيستنفذني طول الوقت بسمحليش إن أنا عبر عن أرائي أو احتياجاتي أو مشاعر ممنوع أقول إنت ليه أضفت فلانة وليه عملت لها لايك وليه وليه كلمتها وليه فاللي هو فيه رعب اللي هو أنت بتكلمنيش في الحتة دي وخليك واسكة في نفسك هو اللي بيحدد هو اللي بيديري العلاقة طول الوقت في نوع من النقد بياخد مني فلوس لو أنا ست غني ممكن أحيانا ممكن ده يتشاف أحيانا فده برضو شخصية مؤذية إنها تصرف عليه إنها تصرف عليه تدفعت في أي حاجة في خروجات في أي حاجة في فصحة لا أنت اللي بتديري وأنت اللي بتصرفي وإذا كان عجب تكمل على كده وبعدين يرجعوا لها ما أنت اللي كنت مبسوطة أنت اللي كنت عايزة تسافري بالضبط وعني أنت بيدفع عليه هو في حاجة بينا فده أحيانا تشاف يعني حتى في العلاقات اللي هي بره الجواز يبقى هو ماشي معها مجرد بس إنه هو بيستفيد من العلاقة فهي لو حاسة إن العلاقة ماشي في اتجاه واحد من الأول لازم الإنسان يبقى له قرار أو له وقفة في العلاقة ولو جات هي طلبته إنه هو يبقى راجل هدى المسئولية لا أو كمان بيطلعها مادية بالضبط يعني فجأة اللي هو إيه ش أنت عايز ترتبط بيه طب خلاص روح يتقدم وهاد بيت وكده فالله هو إيه دا أنت بتفكري في الفلوس كم بنت قالتلي الكلمة دي وتلها مادية عشان أنت ست هو راجل تقول لي آه يعني أنت ليه بتفكري في البيت والشابكة يعني إيه مال هي تفكر في إيه لا وحاني أقول لي أنا أنا مش جاهز للارتباط أو هي العلاقة بيننا كده أعايز أتكمل على كده كميلي مش عايز أتكمل وبرضه ما يصرفش عليه وما يصرفش عليه وممكن مش عاوز يرتبط يعني أحيانا كنت بأشوف حلات إن هي البنت مكملة في العلاقة والعلاقة هم مش عارفين هي ماشي لحد فين ولا ليها مسامل إيه الهدف من العلاقة يعني دائما سؤال برضو قال ما تعرفت على الشخص ده كان هدفك إيه من العلاقة زميلي في الشقل لأ دا حترفنا على بعض في النادي تعرفنا طب إيه الهدف من العلاقة خطوة اللي جاية إيه لا أول حد لأن العلاقة ما فيش فيها حد واضحة طب إنت ماشي في العلاقة دي إزاي أو هو ماشي في العلاقة دي إزاي لا إحنا مكاملين لحد ما نشوف الدنيا ترسى علي أيوة يا دكتور لأن الرجالة ساعات بتشوش تفكير البنت يعني يجوا لا إحنا مع بعض بقى كده لازم أفهمك وتفهميني وناخد وقتنا ما نستعجلش عشان الارتباط ده مسهل وقرار صعب آه الارتباط قرار مش سهل بس اللي هو بيعمل لها عارف أنت إيه تنويم مغناطيسي اللي هو إحنا مع بعض وكويسين ومتتكلميش في الارتباط لأنه كنت مرتبط بواحدة أول ما قيت الارتباط قفلت منها أيوة هنا هو عمل إيه بقى؟ ها؟ ها؟ سكتها خراصها بالظبط كده هتتكلمي في أي حاجة هسيبك وامش أيوة دي شخصية تقسك ابتدى بالظبط كده ابتدى يبتزى في مشاعرها أن أنت لو تكلمت عن أي حاجة أو أي رأي يقولتي خلاص العلاقة اللي بيني وبينك هتنتهي لأ أنت لازم تسمح للطرف اللي قدامك أنه يعبر عن مشاعره ده هو العكس بقى كمان أنه أحيانا ما بقاش عاوز يدي العلاقة شكل عاوز يسيب العلاقة كده أبوهمية كده بالظبط كده يعني لما أننا مرتبطين مش مرتبطين ولم هنتجوز يعني كده حاجة كده أنت بقاش فاهم أبو الظبط فاللي قدامي حتى ما بقاش عارف يعني حرر مشاعره أو يتكلم أو يطلعها أو يتعامل معه فدي نقطة لازم يعني الإنسان يبقى واخد باله منها خاصة اللي هي بتتعامل مع علاقة هي ملهاش جدوى الزمن إذا ما حضرتك قلت أعني بتعامل مع بعض كده نعرف بعد بقى إنا خمس سنين طب وبعدين رحنا على فين لأ أنا كل ما أحاول أقرب من أي حاجة بيتقمس وبيأخو جدا وبيغرب وما فيش أي حاجة حسن أهم أهم صفة في الشخصية المؤذية أنا إحساسي كده وحضرتك بتتكلم الغموض اللي أنا مش فاهمة بيحبني بيحبنيش بيهتم بيه شوية قوي وبعد كي يرجع ما يهتمش خالص ألاقيه ظاهر وموجود ويلا واشوفك وحشتيني ويخلي نفسيتها في سابع سما وفجأة أول ما نتكلم كلمتين لا لا يختفي له كده تارتار بعت أيام تليفونه طول الوقت متحول بيدي مقفول وبعد كي يدي جرز أصلي معه في شميع كان جنبي فيه غموض أنت قاعدة بتسألي نفسك كل شوية سبع تلاف سؤال هيجنينك وانت قاعدة بالظبط فطول الوقت للعلاقة هي عملالها هدك وضغطها ونخليها طول الوقت في حالة نفسية عامل زي الشخص اللي عنده وسواس ونشغل بالعلاقة ليل ونهار صح فبدل العلاقة ما كان فيها راحة وسعادة طول ما أنا عندي أجزاء في حياتي متوقفة بقيت خلاص العلاقة دي معطلاني عن شغلي معطلاني عن إننا تعلم مع الصلاة مع أصحاب ما بنامشي ما بكلش أنا مش عارف فراسي من رجلي فأحيانا بيلاقي الشخص ده جاي بعراج جسدية أو بعراج نفسية نتيجة العلاقة اللي هو موجود فيها فلو العلاقة دي مش بتحقق نمط من الراحة والسعادة يعني أنت زي ما بيقوله كده الجواز سكن ومودة ما لقيتش فيه المودة ولا لقيت فيه التودت يبقى الشخص اللي قدامي مش بتودد لي أو مش بيحاول يكون قريب مني لازم أحط للعلاقة دي جدول زمن خلاص يا إيمان إحنا في علاقة مؤذية وزي ما أنت قلت كده وكل الحاجات اللي أنت بتوصفيها دلوقتي أنا عايشها أديني حل يا إيمان دلوقتي مع الدكتور إزاي أخذ القرار وإزاي أقدر على نفسي أن أنا أمشي من العلاقة المؤذية هي دايما هنتحرك بس هي دايما المشكلة ما بتبقاش في القرار المشكلة أن أنا ام تنفذ القرار اللي أنا أخدته وده الشخص مش هيقدر يوصله إلا إذا كان وصل لحالة من التعافي أو التشافي يعني بذل مجهود مع نفسه أنه هو يعرف إزاي يسيطر على مشاعره عشان يسمح أنه تفكيره هو اللي يديره ويدير السلوك بتاعه لكن طول ما هو في فترة الانهيار وقاعد محزين أو ألآن أو مكتاب أو عنده الخوف من فقد العلاقة أو مشاعره لسه فيها إحباط الشخص بقى في حالة ما يقدرش ينفذ القرار أنا عارف يا دكتور ما هو تعب في العلاقة وتعب جبار أكتر وأنا بسيب العلاقة دي وبامشي لازم اللي هيخلينا نسيب العلاقة وامشي أنه كل ما مشاعر يتحاول تغلبني أفكر نفسي بسلبيات العلاقة يبقى رقم واحد أحط دايما كل الوحش اللي أنا شفته مع الشخص ده قدام عيني كل الوحش رقم واحد مافتكرش الحل وافتكر الوحش تمام أفتح بقى فايل في حتة تانية أبتدي أتحرك في حاجة جزء تاني من حياتي بمعنى أن أنا ما سيبش النفسي وقت فراغ أبتدي طول الوقت طول ما أنا أقاعد دماغي قاعدة ترميل الزكريات ليه لأنه إيه اللي بيحصل في العلاقة دي وهم ماشيين مع بعض في ارتباطات وعادات نحن ندي تابس سريع أفراص تابس سريع تابس سريع أنه أول حاجة تاني حاجة أنا أخد أحملة فراغي أحملة فراغ اللي في حياتي أبتدي أحملة بأي حاجة أروح أقدم ماجستيرا أروح أكمل تعليمي أروح أنزل ألعب رياضة أتعلم حاجة مهم أم للفراغ أم للفراغ بالتعالي تاني حاجة بأننا أبتدي أدور على حاجات تدخل معي السعادة يبقى عندي حاجات بتبسطني غير العلاقات لحد ما أبتدي أدخل في علاقة جديدة أو أكون علاقة في نفسي تاني حاجة أزود أروح لمصادر يكون فيها أتعلم أو حاجات بتزود الثقة في النفس علشان ما أطلعش من العلاقة دي وأنا أحس أن أخذت فوق دماغي أحس أن أنا منهار تاني حاجة أقبل الخطأ يعني أبقى أفاهم أن العلاقة دي في وقت ما كانت بتديني شعور ما كنت مبسوطة في العلاقة دي لكن جي القرار أن أنا لازم أقول أوقف العلاقة دي وأنهيها يعني أبقى طول الوقت وأفكر في السلبيات والإيجابيات بتاعة العلاقة وبكتبها طول الوقت بكتبها وبحطها قدامي مش بقولها بس النفسي مهم أننا نكتبها دكتور بشكرك جدا على وجودك النهاردة وقد إيه كلامك مفيد وقايم ويا رب كل البنات تستفيد منه كلامي بقى لكل البنات حبيبي وصحابي وولدنا وكل اللي بشوف مقهورين في علاقات صعبة سامة وتوكسك ما تعوديش تقولي نفسك عشان عارفة أن دايما دي الخلاصة بتبقى أنا السبب أنا ما بعرفش أختار كويس أنا اللي ما عرفش إيه أنا اللي حبيت زيادة أنا 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 بتعودي تجليدي نفسك لغاية ما بتكراهي نفسك وبتكراهي العيشة اللي أنت عيشها لأ تعالي نجرب نعمل حياة جديدة قولي إيه آه أنا حبيته وهو كمان كان بيحبني في الأول لأنه أكيد كان بيحبك في الأول وبعد كي تقولي إيه بس هو تغير بس خلاص أنا مش قبل التغيير ده يعني بصتيها على نفسك اللي هو ما كانش بتحك علي لأنه كان في الأول ما بتحكش عليك يمكن بعد كده الحياة اختلفت يعني مش هدخل في التفاصيل لكن بصتيها على نفسك قولي آه أنا كنت معتاها أزياد ده خلاص المرة الجاية إن شاء الله في الارتباط الجديد أنا مش هبقى معتاها قوي كده يعني اكتبي غلطاتك اللي أنت عملتيها في العلاقة اللي فاتت عشان ما تكرريهاش لكن ما تعدش تضربي نفسك بالإقلام 14 ساعة لأنت مش هتخرجي كده كده هتنهاري نفسيا وعصبيا هتضطري تتعالجي نفسيا وبرضو هتبقي في حالة طول وقت من الكآبة فشوف الحاجات الغلط إيه وشوف الحاجات الصح اللي كانت مخلياكي سعيدة يعني لازم أرتبط بواحد يبدلني يدلعني يجيب لي هدايا يبقى قدل مستوية يبقى شبهي من نفس مستوية الاجتماعية عشان ما حسش بفرق حاجات كتير أو يا بنات ما بقاش بس الحب وخلاص أنا حبيت قلبي دق واجري بقى وراه طب ما ممكن اجري وقع في الحفرة فيعني العلاقات المؤذية بتبان علامتها من البداية العلاقات المؤذية ليها علامات بتبان من البداية قيلة الاهتمام والغمود وكل اللي احنا حكينا فيه ده كله فأرجوكي خليكي عقلة شغالي ده شوية شغالي ده شوية مع القلب يعني آه بحب بس أخب بالي حركاته دفع الشيك لا عمل فيها من بنها خلينا ندفع آه جاي لابس حلو في القاعدة لا مش قدي كده آه ده معرفش ايه فيه حاجات علامات كتير بتبقى بين قصدنا بس احنا اللي بنصمم ان احنا مش شايفين لا احنا نفتح عينينا قبل ما قلبنا يدق القلب والعقل مع بعض بتبقى حياة قمر بس كده اشوفكم الحلقة الجاية على خير ان شاء الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة